إذن بالفعل تقريرك مفعم بالأمل رغم كل التضييقات على الموارد الطبية تنقول والموارد الطبية بالمستوى الأول إلا أنه سلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة وسلاح غزة في الدفاع بالفعل عن بقاءها ليست غزة أرقى المدن وليست أكبر المدن ولكن يا أمير طبعا محمود درويش ولكنها تعادل تاريخ وأمة وسيشهد التاريخ أنه برغم الحصار المفروض عليها إرادة غزة بتجعل من صمودها أسطورة صحيح من الحديث عن غزة إلى غزة ينتجه مباشرة وعيوننا بتروح لهناك بالبث المباشر الحديث عن افتاح قسم علاج السرطان مع نعمي عشور مدير القسم لعلاج السرطان للأطفال تحديدا للأطفال صباح الخير سعد صباحكم أهلا فيك نعمي سعد صباحك بداية يعطيكم العافي وإحنا منعرف يمكن افتتاح قسم من هذا النوع تحديدا في مستشفى الرنتيسي في غزة بحاجة لمجهود كبير بحاجة لكوادر بحاجة لتواقم طبية وأيضا لمعدات نبدأ نحكي عن البداية وعن السيرورة لإقامة هذا القسم والصعوبات التي رافقت هذه المرحلة تمام سعد صباحكم جميعا طبعا فكرة بناء القسم هي بدأت بمبادرة إنسانية قادتها جمعية إغاثة أطفال فلسطين طبعا أجد المبادرة وجود احتياجات عاجلة لتقديم رعاية للأطفال المصابين بالسرطان في قطاع غزة وهي أيضا استجابة لغبة آلاف المتطوعين حول العالم في مساعدة أطفال فلسطين المصابين بالسرطان لتلقي رعاية نوعية محليا في أماكن تواجدهم وطبعا نعرف أن أطفال فلسطين عندما يتوجهوا للقي الرعاية لمرض السرطان بمجهور كثير من الصعوبات بسبب نقص التصاريح أو بسبب تكلفة تقطية العلاج بالخارج طبعا هذه التجربة لإمتتاح قسم دكتور موسى وسهيلة ناصر هي ليست التجربة الأولى لجمعية إغاثة أطفال فلسطين هي التجربة الثانية حيث تم امتتاح قسم هودا المصري في بيجالة منذ عام 2013 وطبعا تم تسميته بهذا الاسم تقليدا لجهود الإنسانية ولذكرى الأخصائية الاجتماعية المؤسسة للجمعية هودا المصري والذي توفت بسبب مرض اللوكيمة في العام 2009 وهي زوجة الرئيس التنفيذي للجمعية السيد ستيف سوسوبي طبعا تم افتتاح قسم دكتور موسى وسهيلة ناصر لعلاج صرف الأطفال في قطاع غزة في 19 فبرايل عام 2019 بعد جهود استمرت لما يقارب الثلاث سنوات وأكثر منذ العام 2015 بجهود مكثفة وبتصاميم عالية الجودة وبأجهزة ومعدات حديثة ومتطورة على مساحة 2400 متر مربع في مستشفى الرئيسي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية وطبعا تم تسمية القسم بهذا الاسم تقديرا لجهود الدكتور موسى وسهيلة ناصر ربما من المؤسسين والمتطوعين والمماردين لجمعية إغاثة أطفال فلسطين منذ العام 1991 أعوام إذن سيدتي في الحديث ربما عن مبادرة من هذا النوع أو مشروع من هذا النوع لا شك وأنه هذا بيجي كنتاج لأيضا التفاف ودعم مش بس محل في قطاع غزة وإنما أيضا التفاف دولي وإحنا نعرف قديش اليوم الأجسام الصحية الدولية والحقوقية الدولية ترون بشكل خاص في كل ما يخص الوضع الصحي في قطاع غزة قديش اليوم مهم هذا الالتفاف لبناء أقسام ومبادرات على أرض الواقع وفي مكان مثل قطاع غزة طبعا كنا نعرف الوضع اللي بتعانوا منه قطاع غزة والحصار والأوضاع الصعبة خاصة للدولة الصحية واللي بتأثر بشكل مباشر على جميع العرضة وخاصة منهم الأطفال طبعا بدون جهود آلاف المتطوعين حول العالم وهم الأفراد اللي عندهم إلزام وإهتمام ورغبة في مساعدة أطفال قطاع غزة لما كان منسهل أبدا افتتاح مثل هذا القسم فطبعا هو أصلا كانت الخطة لافتتاح القسم خلال سنة ولكن استمر بناء القسم تجهيزه وإدخال القدات لأكثر من ثلاث سنوات وطبعا هذا لولا الالتزام للأفراد والجهودات من قبل مؤسسات مختلفة مثل أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بجمعية أطفال فلسطين ومؤسسات مختلفة مثل منظمة الصحية والقطرية واجهات أخرى كثيرة لولا هذا الالتزام والاهتمام وتكاتف هذه الجهود لما كان أبدا من السهل افتتاح مثل هذا القسم وطبعا من المهم جدا في الفترة القادمة إن شاء الله تكاتف أيضا هذه الجهود لتحقيق الغاية من إنشاء هذا القسم في تخفيف المعاناة من على كاهل أطفال مصابين في السرطان في قطاع غزة وذويهم شكرا جزيلا سيدة نعمي عشور مدير قسم دكتور موسى وسهيرة ناصر لعلاج سرطان الأطفال وهيك كل طاقاتنا وأملنا بالفعل في طاقاتكم لبناء هاي المبادرات ويمكن بالفعل عفاف يعني أقسام من هاي النوع تكون بديل جيد عن علاج الأطفال المصابين بالسرطان في المستشفيات الإسرائيلية هناك المعاناة الحقيقة للأطفال هناك المعاناة بتكون دبل أو مضاعف ويسمح لمرافق واحد وعادة مش الأم أو الأب والطفل بيكون عم بمرق علاجات صعبة جدا ونفسيا ومعنويا بده أم وأبو بكل الأحوال نتمنى من هون الشفاء لكل الأطفال أطفال العالم حتى مش بس أطفال فلسطين وغزة ويعطيهن العافي على إقامة هذا القسم في قطاع غزة